طيب تعالوا بتدي نكلم شوية عن يعني فوز منتخبنا مبارح طبعا على منتخب غينيا في ضربة البداية من تصفيات الكانب طبعا بهدف سجله مصطفى محمد بعد ما ضربت في رجل مدافع الفريق المنافس طبعا مصطفى محمد من أول لحظة نزل فيها الحقيقة كان عامل شغل حلو جدا وورينا يعني شيء من اللي احنا كنا مستنين نشوفه من الفريق بشكل عام طبعا هو مهاجم جلاتة سراي التركي وأحرص هذا الهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة طبعا لينا تحفظات إلى حد ما على الأداء كان مبارح المتوقع أن احنا نشوف أداء أحسن من كده كان فيه علامات استفهام كتير حول شكل وأداء لعيبة المنتخب وحتى الخطة اللي ابتدنا بها هذه المباراة أكيد هنتكلم في كل هذه الأمور وكل هذه التفاصيل تحديدا في الفقرة الحوارية يعني لا على مدار الحلقة صحيح مش هنوقف الكلام طبعا في الآخر هنقول مليون مبروك أول ثلاث نقاط لنا وحنقول برضو أنه لسه جهاز فني جديد وأول تعرف دولي لكابتن إيهاب جلال طبعا مطلوب مننا كلنا أن احنا نستغل بقى هذا الانتصار بأن احنا نحقق انتصار آخر في ماتش أثيوبيا يوم الخميس الجاي إن شاء الله في الجولة التانية وبإذن الله يكون النصر حلفنا طبعا هذا اللقاء حيحصل أو حيتلعب فيه ملاوي ونتمنى أن احنا نحقق المكسب عشان نضمن من بدري نحنا نتأهل النهايات قبل ما يعني إيه ندخل في أي حاجات تانية ما تبقاش على هوان تعالوا نقف هنا ولكل ما قابل مقال وقتها بس ربنا يكرم ونوصل للمرحلة دي وإن شاء الله وقتها نتكلم يعني خلينا بردو نقول يعني كلامك بردو للشق الأخير منه فعلا منطقي جدا خلينا نبارك نقول المبروك على المكسب بعد بردو فترة إحباط كانت يعني كبيرة عقب طبعا نتكلم هنا خسارة تأهلنا تذكارة تأهلنا زي ما بتقال للمونديال ولكن إن شاء الله يعني اللي جاي يكون أفضحنا دايما يبقى عندنا أمل في اللي جاي وربما نكون على حق لأن المشهد لحد دلوقتي مش السيء أو يعني أو مش السودوي يعني حمد الله بردو بداية كانت موفقة أنت حصلت على اللي أنت عايزه على الثلاث نقاط لكن فكرة طريقة اللعبة بقى لو تسبحوا لي تاني أن أنا أتكلم بس بشكل أكثر تفصيلا هنا أنا برضو من الناس اللي شايفة أن احنا ما ينفعش أبدا بنكون بنلعب في كمان استادك قاهرة وسط جماهيرك وابدأ المطشب يا جماعة بثلاث لعيبة في نص الملعب يعني ما هو ده مش منطقي الكلام ده ممكن نعمله لو إحنا على أرض المنافس لكن لما ليجي نتكلم أن احنا بنلعب على أرضنا ومع فريق برضو معلش لكل مقام مقال يعني برضو من المستوى التاني في يعني في الفرقة أو في أفريقيا يعني مش أنت مش بتتكلم أن أنت مستوى أول مثلا أو حاجة ند بند لأ أنت بتتكلم أن برضو في فرق كبير جدا في المستويات ما بين منتخب مصر وغينيا يعني في حاجة مش مظبوطة ففكرة أننا دلوقتي ألعب بي طب أنا عندي مهاجمين على فكرة أنا عندي مهاجمين صراحة فايسين جدا ليه ما بدأتش برأس حربة اللي هو أصلا يعني زي ما أرموش هو أصلا لعب جناح طب أنا يعني ليه ما عملتش ده أو ليه أصلا لخبطت الدنيا كده دي أنا مش فهمها بصراحة فعايزين نفهم وعلى كل حال يعني أنا عايزة أقولك برضو مبارح لدود الأفعال أنا تابعتها أنا محبة قوي تابعة لدود الأفعال من بعض الإعلاميين الزملاء ومن بعض النقاط الرياضيين ومن بعض الجماهير على تويتر تحديدا لا فيه ناس كتير جدا انتقدت طريقة اللعب من البداية وقالت لك ده ما كانش مفروض وقال ليه كابتن إيهاب جلال بيلعب هو خايف يعني تاني انت بتلعب على أرضك بتلعب وسط جماهيرك وبتلعب مع فرقة يعني مستوى تاني في أفريقيا ما فيش برضو مقارنة فليه كان فيه خوف مبارح من فكرة ان انت تلعب جيم مفتوح ان انت تهاجم ان انت تبدأ وتضغط من الأول فكل ده اتقال مبارح بس تاني مش عايزين نهاجم لان خلي بالك برضو لو انت تبعت تصريحات كابتن إيهاب جلال ايه اللي حصل ده ده دي رفايع ما دخلتش بالك كل دي رفايع وعوكسات اوكسات بعض تصريحات كابتن إيهاب جلال ايه اللي مبارح برضو انا تبعتها عشان بس حضراتكن دي كل بريف يعني كابتن إيهاب لما اتسأل هل انت راضي عن الأداء كابتن إيهاب قال انا اه يعني الى حد كبير انا اخدت اللي انا عايزه النتيجة اللي انا كنت بدور عليها لقيتها كنت متوقع على فكرة سير المباراة بهذا الشكل ده قاله فعلا وده احنا ما كناش متوقعين يمكن كابتن إيهاب كان مختلف بس هو في قال ان هو كان متوقع سير المباراة بهذا الشكل ولكن النقطة المحترمة هو قال انا لسه او لسه عندنا كتير هنقدمه فده كلام برضو محترم او ختم كلامه بتصريح محترم فانا انتظر فعلا ونتمنى هذا التصريح ان هو يطبق فعلا على الارض طبعا المتش بتعمل برح ده مجرد فتح كلام يا حضرات ده اول انترودكشن يعني كابتن إيهاب جلال مع المتخب واول يعني ايه ظهور دولي ليه كخائد منتخب مصر فان شاء الله ان شاء الله اللي جاي يكون احسن حنقول برضو ان لسه الهارموني لم تكتمل بعد لكن شفنا حد ادنى من الجودة حد ادنى مرتفع من الجودة لكن لم يرتقي الى تطلعات الناس اللي قاعدة مستنية وتشوف لان احنا زي ما بنقول دلوقتي يعني احنا في الاول في الاخر من لعب فريق مش متواضع بس ما هواش الكاميرو ما هواش ساحة للعاج ما هواش السنغال ما هواش نيجيريا وزي ما كانت نواند بتكلم مع حضراتكم من شوية احنا بنلعب المرش ده في وسط ارضنا وفي وسط ملعبنا فكان الاول ان احنا نشوف اداء مختلف شوية ونشوف نتيجة اكبر بكتير من اللي اتحققت